عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع القهرباء خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المفذولة من قبل وزارة القهرباء لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة فضلاً عن الجهود المفذولة للحد من وصلات الخلصة أو سرقات القهرباء والتعامل معها بشكل فوري تم خلال الاجتماع استعراض خطط وزارة القهرباء لتطوير ورفع كفاءة الشبكات وصولاً لتقليل نسبة الفاقد هذا ما يتعلق بالتوسع في ترتيب العددات بما يسهم في الحد من سرقات القهرباء كما تطرق أيضاً الاجتماع إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة